كردستان أكد رئيس لجنة الرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كردستان أن ما لا يقل عن 1500 شخص من الهاربين من الموصل من بينهم عدد محدود من النساء هم الآن رهن الاحتجاز يخضعون للتحقيق بشبهة الانتباء لتنظيم داعش رد المسؤول الحكوم الكردي جاء في سياق رده على ما جاء في تقرير صدر يوم أمس السبت عن منظمة هيومين رايس ووتش ورد فيه اتهام لسلطات الأمنية في الأقليم بتنفيذ عمليات احتجاز جديدة لمحتجزين لم يتمكنوا من التواصل مع قاربهم لمدة تنتصل أحيانا إلى أربعة أشهر هناك أكثر من 1500 معتق اليوم في أقليم كردستان الذين دخلوا بالأقليم من النازحين وأيضا هناك بعض النساء تم القال قض عليهم ولكن ليس بعدد هائل كاميرا الحرة التقت بعدد من الأفراد في مخيم للنازحين أشار فيه إلى أن الأسايش تابعت وتتابع باستمرار أشخاصا من داخل المخيمات ممن يتوافدون عليها من النازحين جدد لافتين إلى أن هناك من خرج من سجن الأسايش ومن بينهم من لا يزال مصيره غامضا ما عنده شي يخضونه؟ ما عنده شي لا؟ لا صراحة أصار لي سبعة أشهر جيد بشاري داعش ما عنده شي حدا لا من نتج العالم هنا عدوا جماعة مصادر خلال يومين ثلاث يام ما عنده شي يروح إن شاء الله جينا وهنا قبل أربعين يوم خذوا ما عرف عليش هو كل شي ما عنده والله ما عنده شي والله ما عنده شي أبوي أعرفه وتعد التقارير الصادرة عن منظمة هيومين رايس ووتش واحدة من بين التقارير التي تنظر إليها المنظمات الكردية المعنية بحقوق الإنسان باهتمام دعية حكومة الإقليم إلى أخذ ما ورد فيها بجدية يجب على الكل الانتباه إلى الخرقات إن وجدت والحد منها سواء كانت من جهة الحكومة وكمنظمات مدنية يجب علينا العمل للحفاظ على حقوق الإنسان مع عدم نفي سلطات حكومة إغليم كردستان باعتقال المشتبه بهم بتهم الإرهاب في مخيمات النزوح منظمة هيومين رايس ووتش مستمرة بإدانة تلك الاعتقالات من أمام إحدى المخيمات في أربيل يوسف المندلاوي الحرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر